تجاوزت انتهاكات الميليشيات الانقلابية في اليمن كل حدود القوانين الدولية ومؤثيق حقوق الإنسان وهو ما دفع الكثير من المنظمات الإنسانية والدولية لإصدار تقارير تجرم تلك الممارسات وتدعو بشدة إلى وقفها واتخاذ إجراءات بشأنها وذلك بعد تصنيف الأمم المتحدة للوضع اليمني بأسوأ كارثة إنسانية في العالم أبرز تلك التقارير ما صدر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن والذي انتقد بشدة استهداف الانقلابيين الأحياء السكنية ومحاصرتها إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى تلك الأحياء كما أدانا التقرير مشاهدين سياسة زرع الألغام التي ينتهجها المتمردون والتي أودت بحياة المئات من المدنيين بحسب اللجنة دائما كما دعت المتمردين الحوثيين إلى إيقاف أعمال الاختطاف والتعذيب والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من جانبها أصدرت مفوضيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا حول الأوضاع في اليمن خلال الثلاث السنوات الأخيرة دقت فيه نقوس الخطر فوفقا للمنظمة هناك ثمانية عشر مليون يمني بحاجة لمساعدات إنسانية وأكثر من سبعة ملايين على حافة الجوع رصد التقرير حالة عدة لتجنيد أطفال في صفوف الحوثيين وميليشيات صالح لا يتجاوز أعمارهم عشرة أعوام والتي تجاوز عددها الألف وسبعمائة حالة الأمم المتحدة حذرت أيضا من مواجهة ملايين اليمنيين لخطر الكوليرا وهو ما يصب في أرقام نشرتها منظمة الصحة العالمية كشفت عن إصابة أكثر من ستمائة ألف يمني بالكوليرا فضلا عن وفاة أكثر من ألفين يمني وعلى ذلك نشدت اللجنة الوطنية اليمنية ومنظمات حقوقية المنظمات الدولية بالحياد واستتهامها لبعض تلك المنظمات بالانحياز إلى جانب المتمردين وعدم نقلها الحقيقة الكاملة عن جرائمهم نتحدث عن انتهاكات الحوثيين الليلة وينضم إلينا من القاهرة وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر سيدة محمد أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية نتحدث عن جرائمهم الليلة كيف يمكن لك الليلة أن تنقل لنا الحقيقة كاملة ما الذي قاموا به منذ بدء هذه الأزمة وما زالوا يقومون به حتى اليوم شكرا النقطة العزيزة على إتاحة هذه الفرصة على قناة سكاي نيوز العربية في الحقيقة اليمن كما تعلمون دخلت في مسار عملية سياسية منذ 2011 من خلال المبادرة الخليجية التي تم توقيعها في 2011 واتجهت البلد منذ 2011 إلى اتجاه سياق تحول سياسي وديمقراطي تم القيام بعملية حوار وطني شامل استمر حوالي عشرة أشهر شاركت في مختلف أنواع الجماعات السياسية والاجتماعية والأيدولوجية في اليمن وكافة الأحزاب والشرائح الاجتماعية خرج هذا المؤتمر الحوار الوطني بمشروع وبمخرجات حوار اتفق عليها الجميع ووافق عليها الجميع ووقع عليها الجميع ثم وقد كنا عقاب قوسين أو أدنى من عملية استفتاء على الدستور حتى حصل الانقلاب المشؤوم الانقلاب المشؤوم الذي قام به أطراف وقعت على المبادرة الخليجية ممثلة بعلي عبدالله صالح وعلى مخرجات الحوار الوطني ممثلة بعلي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي هذه الميليشيات حينما اتجهت من صعدة ثم عمران ثم صنعاء ثم إب ثم تعز الضالع إلى عدن من أقصى شمال اليمن إلى أقصى جنوبه كانت مسيرة حافلة بالدمار وبالتدمير الكامل للبنى التحتية وللعمران وللإنسان اليمني بشكل عام نحن نتحدث عن مأساة إنسانية كبرى وعن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعن قرائم حرب ارتكبت وعن عقوبات جماعية وعن قرائم ضد الإنسانية ارتكبتها هذه الميليشيات تتمثل بما يلي أولا 38 ألف بين قتيل وجريح تسببت في هذا الانقلاب وهذه الحرب التي شنتها الميليشيات على الشعب اليمني نتحدث عن أكثر من 18 ألف معتقل ومخفي قسريا قامت به هذه الميليشيات استحداث سجون شرية ومراكز اعتقال جديدة في الفلل وفي العمارات ومراكز خارج سياق أي قانون أو أي نظام المحاكمات الجائرة كما حصل للصحفي القبيحي خلال 10 دقائق تم الحكم عليه بالإعدام إغلاق أكثر من 90% من وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية في اليمن نتحدث عن زراعة أكثر من 200 ألف لغم نتحدث عن تقنيد ما يربو عن 20 ألف طفل هذه الأرقام التي جاءت عبر اللجنة الوطنية للتحقيق أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذه ما استطاعت المفوضية أن توثقها أو اللجنة الوطنية أن توثقها لكن الأرقام بحسب مؤشراتنا كوزارة حقوق الإنسان هي أكبر من هذه بكثير للغاية سيد محمد تجاوزت انتهاكات الميليشيات التي ذكرت البعض منها الآن كل حدود القوانين الدولية البعض يتهم بعض المؤسسات والمنظمات الدولية بالوقوف على الحياد أو بتغطية بعض ممارساتهم ما رأيك هنا؟ ولماذا برأيك تقف هذه المنظمات الدولية والتي يجب أن تعمل إلى جانب حقوق الإنسان ليس فقط اليمني؟ لماذا تقف على الحياد في هذه الأزمة؟ هناك عدة أسباب لعدم نقل هذه كثير من المنظمات الدولية لحقيقة حقوق الإنسان في اليمن السبب الأول هو سبب مهني وهو أن كثير من موظفين منظمات الدولية غادروا اليمن وتركوا موظفين محليين كان أكثر مراكز هذه المنظمات موجودة في صنعاء وبالتالي كانوا تحت تأثير وتنفوذ ميليشيات صالح والحوثي ولذلك رأينا خلال الفترة السابقة كافة التقارير التي كانت تصدر عنها من اليمن تتجه بشكل غير محايد وغير مهني بالمرة هناك أسباب أيضا سياسية وهو أن هناك أطراف دولية تريد الإبقاء على ميليشيات الحوثي والصالح لتشكل شوكة في خاصرة الجزيرة العربية والأمن القومي العربي وبالتالي غير مسموح بحسم المعركة عسكريا معهم باعتبارهم انقلابيين وبالتالي هناك سؤال كبير جدا يوجه إلى الأمم المتحدة التي رأت العملية السياسية كما تعلمي أختي الكريمة من خلال مبعوثها الخاص السابق الجمال بن عمر ومبعوثها الحالي ثم نجد منذ 2011 وحتى الآن ثم نجد أنه وبعد كل المسيرة التي اتجه اليمنين إليها وبعد قرارات الأمم المتحدة تقوم الميليشيات بهذا الانقلاب ولا نجد من الأمم المتحدة موقفا حازما هناك قرارات تخذتها للأمم المتحدة وخصوصا قرارة 22-16 قرارا إيجابيا هدفه الأساسي هو إنهاء الانقلاب لكن حتى الآن لم يحصل لأن هناك رسائل خاطئة تقدم من منظمات دولية تجعل الانقلابيين يستمرئون بقاءهم على مؤسسات السلطة وعلى قلوب الشعب وصدر الشعب اليمنين حتى أن الأشهر الأخيرة سيد محمد أنت تذكر معي أشارت إلى استخدام الانقلابيون ليس فقط مراكز السلطة وإنما مراكز تابعة للأمم المتحدة وكان هناك صور تنقل لنا هذه الحقيقة هنا أود أن أعرف منك ما الذي حققته هذه المنظمات الدولية حتى الآن في الأزمة اليمنية ما الذي قدمته للداخل اليمني طبعا هناك تختلف المنظمات الدولية هناك منظمات إغاثية تقوم بأعمال إلى حد ما جيدة بالرغم من وجود بعض الملاحظات على مسألة توزيع السلال الغذائية وتوزيع الإغاثة من حيث الدواء والغذاء لكن بشكل عام مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي وغيرهما هناك منظمات أخرى تقوم بعملية وتعنى بشكل خاص بعملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان وهذه منظمات نجدها أنها تركز على انتهاكات في مناطق معينة وإن كانت صغيرة الحجم أو قليلة بالرغم من أننا ندينها كوزارة حقوق الإنسان ولا تركز على القرائم من الحرب الشنيعة التي ارتكبتها الميليسيات وأكبر جريمة ارتكبت هي جريمة الانقلاب على الشرعية الدستورية وعلى السلطة المنتخبة من الشعب اليمني وعلى الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وعلى المخرجات الحوار الوطني المجمع عليها من الشعب اليمني وعلى المبادرة الخليجية التي رعتها دول المنطقة ووقع عليها كل الأطراف وعلى قرارات مجلس الأمن التي رعتها الأمم المتحدة كل ذلك نرى أنه تنسف هذه الاعتبارات كلها لصالح ميليسيات لمجرد أنها تدعمها إيران في سياق الفوضى الخلاقة التي تسيطر على المنطقة في هذه المرحلات نحن نعيش وضع مأساوي صعب للغاية لكننا الآن نحن الحمد لله تم تحرير أكثر من 85% من الجغرافية بمساندة قوية من الأشقة بقيادة المملكة العربية السعودية ودور فاعل جدا من الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولولاهم لكانت اليمن اليوم في قفضة إيران أو في قفضة داعش والقاعدة التي بعد أن تخلصنا من ميليشيات الحوذي وصالح واجهتنا ميليشيات القاعدة وداعش والتي نسأل سؤالا مهما لماذا حتى الآن لم ترتكب هذه الميليشيات ولا عملية واحدة من المفخخات في صنعاء لميليشيات الحوذي وصالح مما يدل بشكل واضح أن الموجه الأساسي لهذه الميليشيات يأتي من صنعاء هنا أود بما أنك ذكرت سيد محمد عسكر موضوع المساعدات التي تصل الداخل اليمني تحديدا من الإمارات ومن السعودية تبعنا في الأيام الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة وصول عدد كبير من الشحنات الإغاثية إلى الداخل اليمني لكن في بعض الأماكن تم عرقلة وصول كل هذه المساعدات إلى مستحقيها كيف تتم عرقلة وصول هذه المساعدات وأود أن أعرف منك كيف يمكن أن يأتي ذلك من شريك في الوطن للأسف أختي العزيزة الذي يرتكب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لا يتيوان لحظة واحدة من أن يرتكب قطع لهذه المساعدات تعلمي نقطة العزيزة أن الميليشيات حينما استنفذت وأكلت مدخرات الشعب اليمني المتمثل بالاحتياط في البنك المركزي الذي يقدر بأكثر من خمسة مليار دولار لقأت إلى قبيل الضرائب والجمارك من أبناء الشعب اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ثم تقوم بالسيطرة والاستيلاء بشكل لصوصي للمساعدات الإنسانية التي جاءت من أجل إيصال المساعدات إلى المناطق المحتاجة سواء المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي أو مركز الملك سلمان أو لجنة الإغاثة الكويتية نحن كحكومة نقدم كوافة المساعدات من خلال الموانئ والمرافع والمنافذ البرية لإدخال هذه المساعدات ثم نسلمها إلى الجهات الدولية من أجل إيصال هذه المساعدات إلى مستحقية أضرب لك مثالاً بسيطة نقطة عزيزة ميناء الحديدة الذي يتحدثون عنه كثير وكثير منظمة تتحدث عنه ميناء الحديدة يشكل مصدراً رئيسياً لتهريب السلاح وتهريب المواد التي تساعد على استمرار الحرب في اليمن أيضاً يستعمل لجبية الضرائب والجمارك وتحويلها إلى ما يسمى المجهود الحربي مدينة الحديدة التي يقع فيها هذا الميناء والتي تصل إليها أكثر من 80% من المشاعدات التي تصل إلى صنعاء والمناطق المحيطة بها مدينة الحديدة وشعبها يعاني من المجاعة والسؤال أين تذهب هذه المساعدات إذا لم تذهب أولاً إلى سكان مدينة الحديدة هذا مثال بسيط لما يحصل في اليمن من قطع المساعدات بشكل عام شكراً جزيلاً للمشاركة معنا من القاهرة وزير حقوق الإنسان اليمن محمد عسكر على كل التفاصيل